عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع وزيرة تعاون الدولي إيرانيا المشاط في مقار الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزراء واستعرضت وزيرة تعاون الدولي خلال الاجتماع نتائج زيارتها للصين حيث شهدت الزيارة توقيع مصر على مذكرة تفاهم حول مبادرة التنمية العالمية وفي ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ كاب 27 والاستعدادات الجارية لكاب 28 بالإمارات تم التطرق للجهود الجارية لحجد أليات التمويل المختلفة والتمويلات الإنمائية كما تابع رئيس الوزراء مستجدات جهود تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والتنائيين وكذلك نتائج زيارة بعثة مؤسسة التمويل الدولية لمصر مؤخرا والمباحثات التي تم عقدها في ضوء متابعة تنفيذ الاتفاقية الموقعة في ضوء تنفيذ برنامج التروحات الحكومية وذلك بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية